معانا نانسي من السويس نعم مساء الخير مساء نوري نانسي معلش يكون عندي سؤال بخصوص الموضوع الحلقة اتفضلي لو يعني لو ستة هي اكبر من الراجل ده بيبقى بصعوبة في الجواز يعني زي ما شفنا كده يعني في الفترة الاخيرة انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي هل سبب انفصالهم ده عشان فيه فرق سن كبير بينهم؟ احنا لسه هنتكلم في الموضوع ده على فكرة يا نانسي انت سبقتي على فكرة قبل ما لسه ندخل في التفاصيل ماشي نانسي اني حبيتها عربت لا يعني هي بص في بعض المهن بيبقى فيه طرفي العلاقة الزوجية بينهم علاقة الواجه للواجه فترات طويلة يعني سيه مثلا بنشتغل في عمل فني مع بعض فعايشين ثلاثة ربع شهور مع بعض فبيحصل توحد نفسي كلام ده من قديم الازل هم ارتبطوا بعض خمس سنين يا دكتور مثلا احنا برضو عايزين نتكلم في موضوع الفنانة ياسمين عبدالعزيز واحمد العودي ارتبطوا بعض خمس سنين عن حب وهي كان بتحبوا جدا وكانوا دايما يعني هم اكن اليوم كل طبعا الاحترام وطبعا دي حياتهم الخاصة لكن رغم مشاعر الحب والبستات اللي كانوا بيكتبوها البعض في اعياد ميلاد في مناسبات في تواجد في عروض افلام الا انها تمت في النهاية بالانفصال كان شيء محدش متوقع على فكرة انا متوقعه طبعا ليه بقى ولا تحليل سابق قبل كده ومنشور لان فيه فرق بين مشاعر الحب والتعبير عن مشاعر حب دايما اللي بيعبر على السوشيال ميديا ده على ارض الواقع مفيش مشاعر حب حقيقية يعني مثلا انا دلوقتي عاوز اقول لمراتي ويا حبيبتي واذا تم بعيد ميلادها ليه حال جاء للسوشيال ميديا ما قاعد معيها في نفس البيت ايوه يا دكتور بس يعني انا عيشت معك خمس سنين يعني ازاي ما يكونش مشاعر حب يعني احنا ما اختلفناش ان في البدايات كان فيه حب طبعا كان فيه حب على فكرة وما بيوصلوش لمرحلة الانفصال غير بعد ما بيقوموا نفسيا كتير جدا ايوه ايه الاسباب يعني ايه الاسباب اللي توصني ان انا انفصل فرق السن فرق السن ده مشكلة طبعا طبعا هل الغيرة لا فرق السن وما يترتب عليه من تبعات بمعنى بس الفرق سبت سنين على فكرة مش رقم كبير يعتبر الانسان فينا حالة مش رقم اطلاقا الانسان فينا حالة مش رقم اكيد طبعا ولا السيامة انت ممكن تلاقي الزوجة في الحالة دي طلعة من حالة مرضية معينة فقد يكون اللي طول امد العلاقة ان ما ينتعش يسيبها في توقيت معين عشان ما يوشرش ليه بألفاز غير مرغوبة ايوه فيحاول يعمل نوع من السوشيال صبورت ليها بس في الاخر نفسه برضو قصير جزئية مهمة ففرق السن ده وما يترتب عليه من تبعات زي ايه ان هو ممكن يكون نظر الى اخرى بالمناسبة يعني وبالمناسبة برضو في الحالات الموازية اللي احنا بنشوفها اللي زي كده مش شرط يبص الوحدة الصغيرة ده ممكن ينظر الى اخرى كبيرة في السن ايه السبب؟ ما هي حضرتك اللي كتبت السيناريو بتاع الحياة معاه فبيعيد انتاجه بتجويد يعني يذهب الى اخرى يراها انضج يراها اعقل يراها مستقرة من الناحية المالية يراها عندها فكر مستقر لصحبة رؤية تمتلك فلسفات نحو الحياة ان يكون فيه تقارب فكري ما بينهم هما الاثنين اكتر بالضبط دايما بقول كده هوت يعني السيدة اللي هي بتاخد شاب صغير هي عرضة لحكتين ان هو يرجع يخونها او ينظر الى اخرى او يرغب في اخرى اصغر منها او يرغب في اخرى اكبر منها لانه بيرجع يجود يعني بيكون خاد التجربة الاولانية وعايز ياخدها بشكل تاني فبيحاول يصد بعض الثقوب اللي في التجربة الاولانية بعد انتاج تجربة جديدة مع واحدة اكبر منها هيكلة من جديد